أشخاص الذين يكونوا عندهم أمراض مزمينة في حال السكري التي لا يمكنهم أن يمنع لهم الطبيب بأنهم يصوموا بطبع الحال لديهم رخصة من عند الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يصوموا ويقدرون أنهم لا يصوموا ولكن هذا لا يمنع بأنهم يتأثروا نفسيا لأنهم لا يمنعون أن يرون أولادهم يمكن أن يرون أخوتهم باقي عايشين جيران فهذا يأثر عليهم نفسيا النصيحة التي يمكن أن أعطيها لهم كأخصائي نفسيا هو أنه بدل أن نفكر بأنه سيكون كل شيء نفكر بأنه أنا عندي عضر أنا ليس ما قديت أنا عندي عضر بأنني لا أستطيع أن نصوم أنا إلى صمت ممكن أن أعطي صحة وهذا سيؤثر على العائلة وسيؤثر على الناس الكل وحتى كذلك في الوقتات الفطور لكي تجمع الناس على الطبيب لا يوجد مشكلة إذا قديت مثلا أنه طبيب يبدل لي مثلا لوقتات الأكل مثلا ناكل في الصباح ناكل في صباح ناكل قليلا بكري لكي تجلس معهم هذه الأشياء والماء فوق من الطبيب لا يقولون أنه مهم من الهضراء الذي يقولون أنه فاطر أنه غير رمضان أنه لا تساكل أنه لا تساكل أنه لا تساكل لا تساكله بالعكس لأنه لا تساكله لأنه لا يمكن أن تأثر نفسيا أكثر من هذا المنصر لديه شحويج الذي يحس بهم أكثر من هذا الشخص فبالتالي من الأحسن أنه نعيطه له هو الذي يكون في الطبلة ونأتي في ثلاثة جميعين ودخله في هذا الجو وفي هذا الإحساس لكي أنه ذلك النقص الذي يحس به لا يحس به بطريقة كبيرة وبالعكس يهبط ويحس حتى هو بالراحة وأنه لا يجعله حس به وفاهم هو لماذا فاطر وفاهم هو لماذا لا يساكل معهم ولماذا يأخذ الدوايات في النهار لديه عضر من الطبيب الذي يزال منه يجعله يفطر